السلام عليكم اليوم نتكلم عن جديد دعم ملعب تيزيوزو حيث أن السلوطات عازمة على الانتهاء من أشغال المركب ولاحظناها ثانية زيارة على الوزير إلى هذا الملعب بضرف أسبوع الآن نتكلم عن الأشغال اللي راهي وجودها داخل الملعب تيزيوزو حيث أن الشركة التي كانت مقررة أن تنطلقت بعلياً في الأشغال يعني العروبريز على الأشغال داخل الملعب وخاصة أنه تم الآن إلى حد الآن على حسب ما نشاهد تنقية كل المدراجات من الشوائب والبقايا تقلت ثلاث سنين هذه الأربع سنين اللي قاعد فيها الملعب بدون أشغال الحشيش والرموس هذيك اللي تطلع البوليسيون هذيك اللي قاعدت على المدراجات وكذلك بالنسبة للأرضية الميدان والآن أصبحت أصبحت من قي من ناحية الشواهب من ناحية النباتات وما إلى ذلك واللاحظة لبداية الأشغال تهيئة استكمال أشغال نظام تصغيف الملعب وكذلك بالنسبة لوضع المادة العازلة فوق المدراجات لحماية الإسمنت وبداية كذلك وضع بعض الأجزاء اللي كان فيها المادة العازلة بداية وضع الكهراسي إذن إن شاء الله بادرت خير وإن شاء الله للأشغال هذه ما رحش تحبس ونتركه مع باقية صور رائعة من الملعب الرائع هذا الحقيقة بالنسبة لي هو أجمل الملعب وأفضل ملعب في الجزائر من ناحية التصميم الداخلي التصميم الخارجي الغلاف الخارجي والغيطة فيه ما يعاب عليه لكن بالنسبة للمدراجات يعني الملعب من الجهة الداخلية يعتبر يعني عراز عالمي يشبه ملعب ماراكانا في البرازيل في ريودي جانيرو لكن بحجم أقل يعني أقل ملعب لكن في الشكل دياله يشبه ملعب ماراكانا أتركهما نهاية الفيديو السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر